تشاهدون في عدد اليوم موضوع خاص للتوعية بمرض سرطان الثدي أعراضه وأهمية الكشف المبكر كما سنتعرف على التقنية الجديدة لإعادة تأهيل العيجان بعد الولادة وفي فقرة الطفولة تشاهدون أعراض وأسباب ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال مرحبا بكم مشاهدينا رح نتكلم اليوم على موضوع من أكبر مواضيع الحساسة وهو سرطان الثدي لذلك استضفنا معنا الدكتورة شنتوف فتيحة مختصة في جراحة الثدي مرحبا بكم مشاهدينا بفاقع أعداء في الواضphrase في البدل يوجد الكثير من الذي يجبعهم وفي سيكون ما هو الصصف إكذكا، نتكلمين، نتكلمين، لأنه باتهم جميع وموضوع نحن 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 نتكلمين وموضوع علينا الوضع السرطان الثدي تستطيع هذه الشيء الرقم يمكنك بالقناة؟ في الجزائر دكتور؟ دابور سرطان تادي في العالم يحكم لابرمير بلاس يعني أول سرطان برابور لغا سرطانات وأول سرطان النساء ونفس الشي في الجزائر وفي المغرب أول سرطان تادي أول سرطان هو سرطان تادي عند النساء يعني إخدال بلاسة بكري سرطان الكانسر دي كل دوك سرطان تادي المرتبة الأولى تادي المرتبة الأولى وراهو غير يطلع وغير يزيد لانسيطان ستاوي غير يزيد دوك راهي راهي تفوق لكنزميل كا باران دوك خنستاشن ألف حالة في العالم الجزائر يعني اللي اللي اكتشفناها بيانسور ولي راهوم يعالج ولي علابرنا بيهم لوش يرجع هذا التزايد هذا لأننا نشوفوا بالليدور كما كاش عائلا ربما ما قصهاش لقانسر دو سن دوك هادل سرطان تادي زاد وعلاج بس كورانان كتشفوه كتر بس كالعوايد تاعل نساء تبدلو لموت دو في تبدل المرأة مولات تتزوو جبكري كي مزمان مولات تدير دراري بزاف كي مزمان مولات تتزوو جانبته نقصو مولات تدير دراري بزاف كي مولات تذبفكي حيث يمكنك الإنسان والجميع على الإجتماعات الأمورية. أو تحدثون مع أجمالات الأخبار. هذا هو الوصول على حالات التالية. حيث يتعابون نفس الشركات. يتعابون نفس الأحيان. الشركات الناسية تتعابون نفس التالية. لذلك يجب ان يزيدون السياسة وهم أن نفسنا. نفس العوامل تؤدي إلى نفس النتيجة. نعم. هل البطر الشخص المبكر على نفس الجاب يمكن لخيك مرات؟ يمكنك أن تكون مراتكي جميلة هؤلاء المفلومة يثبت أن السادة أولاد يدعون رقمكات أو يدعون الطبيب والثميين يتحدثونون ذلك و بالتأكد الأمومى والتأكد الأمومي ومن تدام الأمومى لذلك سأجعلها أمامات الإنسان يقولون أنهم يتحدثون إلى امالم يتحدثون من المعين أن هم هم قد دور وقتهم ومام الطبيب اللي تشوفو على اي شيء يقولها بللي ها راكي عندك 40 سنة ويجب تديري يعني يفوك سواء مام في العيلة مام بنتهو مام جارة تروح دير ماموغرافي تحا تروح تقول جارتها مسؤولية جماعية ووالا يفوك ساكمنس امتي بو اي فوك التوعية لزم تكون امبورتان لزم تكون امبورتان لزم تروح دير ماموغرافي تحا ميش سهلا هي ترفضها جنرال راح ترفضها تخاف ديجا ماموغرافي تقولوا عليها نسا توجاع تقولوا بلي توجاع هي متوجاج elle est désagréable c'est vrai بصح quelques secondes ماشي بزيف مدومش بزيف يمكنك تحاول لزم تروح لزم تروح ماموغرافي ها هي اللي راح تسيب لنا هاد الوباء هيا لي مكاش حاجة اخرى و هاد الدبستاج يخص النساء اللي ما عندهم والو نهنا نهضرو على نساء اللي متحس بوالو اللي متمس والو اللي حاجة ما تغيارت في الثادي التحا هاديك اللي خصها التشخيص ولي ما عندهاش عوامل فavorizant دي فاكتور فavorizant اللي خلوها ترح تشوف طبيبات ماشي هادي احنا نهضرو على المرأة تهاربعين سنة اللي معدها ووالو مع ستبوالو معده هاربعين سنة يزم ترح تدير تشخيس ensuite ترح تدير تشخيس لإكزامن كليني يقلبها يدلها لاماموغرافي avec لإيكوغرافي ومبعد 1K sur 8 كما قلت لكم تدرون سيبو سرطان إذا سبو حاجة نعييرو سواء كوتلة سواء حاجة اخرى نعييروها ثم هادك تایار يكون positف يعني فيه سرطان يكون عليه اجتماع لديفتران دفتران تشخيس يعني كل prise en charge مراند تشخيس prise en charge voilà pluridisciplinaire بزور سرطان رح يدخلو في إلاج تا هاد الوابع بسكه سا دماند بزور سرطان كن الجراح كن لان 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 مرتصف السرطان لغاديو 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 مرتصف السرطان بزور سرطان حتى في الأشعة الأشعة، لكنهم يجبون باطلون الأشعة في الشهر أكتوبر حيث يرغبون على شهر أكتوبر فهناه سوف يفكر للطبع لكننا نقول الأخي بانك لن تذهب بشهر الأكتوبر يجب أن يذهب TOGALهم الوطبع لجعل ذلك لأنهم يجبون أن نقول إنها أيضا إنها نعيشة بالخطوة كما توقفون من الشهر الأكتوبر في أكتوبي 대해서 أتعرف أن هذا أحاول الظائفان من ذلك وفق بت try this map for the whole month 차deنا على الأسهل ولكن اليوم شاءتberg لكن يجب أن يقولون أنه يختار في عامين ويستمرار بثانيات المغرب لأنه لأنه لديك أشخاص من مرات المشاهدين ويسألهم أن يكونون المستقبلات المغرب ويسألهم أنه سيكون مجال نحن نذهب إلى هذه المرأة التي لديها سيندابيل وماذا هي السيندابيل التي تخطي من 40 مجال تسيقاتي؟ قبل ربعين أو مما بخير ربعين لما راحش ديجال طبيب ووشنو الأمور يخلوها جيدة لفو كونسولتي بقصة أي حاجة أي ألو او دولار دو كارنطان أبطيق دو كارنطان أبطيق دو كارنطان ربعين عندها التشخيص هدي عند مرة ما عندها والو ما بين هادوك العامين يقدر يقدر يصرح حاجة يقدر يصرح حاجة، يقدر يصرح حاجة يعني هادوك العلمون لهم كيفشوهم وأيشيخصوا نفسهم 有一طان يتعلمون كيفشوهم وكيفشوهم كيفشوهم وكيفشوهم يرون لهم كيفشوهم هدي يقولون أيضا الطبيب يصبون vào هدافهم يقولون كيفشوهم وكيفشوهم يركوزهم وضعها إلى 40 سنوار . بعد 40 سنوارتنا على المزيد من الأفضل المفاهيم . سارطان في العائلة . سارطان في العائلة هو الأول مدرس . حدث أول درجة . على 30 عام سنسلت للمائموغره. مع نهاية للاسة التواصلت نے كيساً للمائموغرهية للمائموغره. لماذا نسألت للمائموغره هذه المائموغره لكلما يتعرف المائموغرافيا. لذلك يتساقون من ربما في الأمو customer. من المائموغره في أنهم كان يتسعى كثيراً وهم انهم يحصلون بشكل منعنا! ماذا قد ي tung resurx? لذلك لا تقوم باختبار واحد. ولكن من اعتقد أنهم يتم في السئلة عن الغريبه أنه لا تدخل شيء يجب أن يفعل الماموغرافي على زمان المملوغرافية مختلفة وقام لتدخل هذا الدخول تم اقتربها وهم يخدق أن يقرر إلى حكم كما تدخل في البحث وفي هذه الأجتماع الجميع تدخل حول الطيبة لا تدخل لدينا نجاكفي وسبب لك أن يعدد إلى النسائر الموقع إنه يجب أن يكون هناك طباً لكي ترعب ممتازا يجب أن تدخل في هذه الفئة لدعو الأمور على رسك أو لا 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 إنه يجب أن يطالبونها الأمور و Hyper 40 كما يريدون أنه يكون معلوم موضوعًا وعندما سنالثار شدة تمر في حضور الصباح سترى الطبيب نتحدث عن طبيب قبل العلاج أحبتنا نحكي مع العلاج ومعلينا نحكي عن التجربة مع المالج تجربة هذه الأحيان كانت تجربة عملي معه وماذا تقول لنا حول العلاج برابور للسرطان تدي بلي كين بزاف طرق علاجية نقطة العلاج في حداتها تخاف خاطر يقول لك بلي أنا منديش مامو غافي ومبعد يرحوين حول تدي تعيلي لنموت وخلص هي هكذا يخموه؟ صحيح يجعلان مійت ذلك وملي نظ những الهوتيت في حداتها وما تhwa wspólة او في القوم çünkü ان riots avec النصر تقول لهم بالل Sodح حول اول س Atlas تضwiet تضاف عملي شخص وكما تعالى النصر الذقاء في حداتها تقوم的话 كما تعالى التقحة مستقبل تحت سيالي جون لا تتزوج لا تتجيب دراري رجلها سيخليها كان بزاف هاد العوامل اللي يديرو بلي المرأة تقعد في دارها تقعد في دارها تتكلف بكل شغير بروحها تخلي روحها حتوين سرطانها ومشي لها وكي سرطان يمشي لها انه جاكا نحن سيلا في تحيث فيها تتجيب دراري مستقبل تحيث في دارها سيلاح سيلاحظ في دارها سيلاحظ في دارها سيلاحظ في دارها تخلي روحها حتوين ومشي تجيب دارها تتكيب دارها تشوف اشترك بلي تسرطان سوف نقدمها في اجتماع المتخصصات عدة متخصصات يعني متخصصين في السرطان وفي السرطان الددي باش نبربوزي أحسن علاج لها يعني نقول لها وماشي لهم بسكو كل واحدة اختالف من الحالة الأخرى تختمو على كارت كل واحد عنده الدوات تاع وكل واحد عنده العملية تاحا الدوات تاع الانكولوجي ويهو يبربوزي الدوات ناسبها الدوات ماووش نفسه وكالي تكون عنده افكاس كاليالا كان على الحساب كان بزاف انواع تاع السرطانات كل سرطان يغيبون ان تختمو كل سرطان غيبون ان تختمو وووصي بشاء كن هادرو عليه في اجتماع باش نقرروا ووش يزملها سواء جراحة من الأول ومبعد نشوفوا ومبعد إذا يزملها الدوات وإذا يزملها لغاديوترابي بيانسور سنزو بلي منساج بلي لابخيز انشارج بسيكولوجيك يزم تكون كل مرحلات من الأول يزم تكون بسيكولوجيك 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 ومبعد نشوف تكون كل واحدة. ما يجب أن يضحقان سنحوه كل ما يشيره. نحوه لا يخفونه و يذهب و يديرون تشخيص مبتر. نحوه مبتر. يجب أن تشخيص مبتر. و هو المبتر، هو أن تقوم بإمكانك المبتر. هو المتأكد فيها لغير. هو تشخيص الوجيكتف له. هو تشخيص وغير وتقوم بإمكانك المبتر. ثانياً، ينقص هذه الثقولة العلاج تشخيص مباكر ينصيبوا حاجة صغيرة ديزون كتلة صغيرة ماشي كيما واحدة تجي عندها كتلة تاعة خمسة ولا ستة سنتيمتر وتقول لي اه بنت لي البارح لا لا ما بنت لكش البارح في عمرها خمسة واربعين سنة وتقول لي بنت لي البارح ووري لي لاماموغرافي تاكتا العملي فات ولا تعلو العملي اه ما درتش هذا بان من قبل ما شخستيهش لو كان شخصناه لو كان صبناه استاد احنا ما دابينا نصيبو الكانسر استاد تو ديبو استاد الزيرو باش نقدرو نديرو عملية جوسئية متأثرش بزاف عليها سور لبلان اه فيزيك يعني ما راحش يأثر بزاف عليها وسور لبلان بسيكولوجيك تانيت ما شكيما واحدة لنحولها كلش ما دكتورا باش اللي خصو تلت نيقات مهمين تشخيص موبكر نعم 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 هذا جميل. ومن المساعدين الذين يجبونهم معهم. هذا جميل. شكرا. وربي وفق الله في المساعدة. شكرا. ومشاهدنا لا تذهبون مباشرة إلى الفقرة التطبيقية. لدينا لكم المشاهدين في الفقرة التطبيقية. لأننا نشاهد في الفقرة التطبيقية. للعملية ومشاهد الفائدة التاحهم. على هذا استقبلنا دكتور طيبي. طبيبة جرحة عامة. مرحبا بك. مساء الخير. مرحبا بك. الله يعيشك. والموضوع التعالي هو كيفاش انتم تصلحوا الأضرار اللي يمكن ينتجوا من الحمل. هكذا. ما بعد الولادات. ما بعد الولادات. من بعد الولادة. ذوك السؤال الأول. ماذا هم هذه الأضرار؟ ماذا يصبح بعد الولادة؟ ماذا الأخطار اللي تقدر تصرع على المرأة؟ اللي تكون حامل وزيدت. وش يقدر يصرع؟ هدو مش أضرار ومش أخطار. المرأة كتحا تكون حامل. الكوغة تحا يتبدل. كاين إثرابات هرمونية. كاين إثرابات شكيلية. كاين يسمنوا بزاف في وقت الحمل. كاين يسمنوا بزاف فردة عالي. لأنهم هديك الفكرة اللي عندها حتى معنا لازم تاكل بزاف باش يديك الحليب. نك يقالوا ياكلوا ياكلوا. كاين اللي يطوروا بدانا بدانا مفرطة مر للولادات. كاين تانيك الثدي تبدل مر الرضاعة. كاين الكرش تبدل مر الرضاعة. والكرش والحوض يعني هما كلي أصدقاء يمشوا مع بعض. وكلش كيسون تحت ضغط داخل البطن. هذا كالضغط داخل البطن كيكون كبير. وكما تعرفش كيفاش تمتريزيه المرأة. رأوا رايح كماش نقولوا بالدرجة يتطبح للحوض. ويصرو مشاكل. وبعد هدوك المشاكل يؤثروا على الحياة اليومية تعل المرأة. كاين اترابات التشكيلية وكاين اترابات العضلية. الكرش بعد الولادات. الولادات سعين بخيفيزي. تقدر تكون كرش كبيرة تقدر تكون كرش كبيرة تقدر تكون كرش صغيرة. صح الجلد مطاطي ولكن بعض الأحيان الجلد يتقطع. لذلك يصرا تراهو الكبير. وإن المرأة تكون مجينية في حياتها اليومية. تقدرش تلبس. تجي تقول لك ما نقدرش نقعد مع راج لي ما كيرش كبزة حوائج. ولي ما تعرفش روحة. ويجي الوقت بس كو هذا قطر بسيكولوجيكي. يجي الوقت وين راي راح تكره روحة. تقول لي تال من كمبليكسي تكره روحة. اترابات الحوضية كي ما قلت لكم كيسون تعد ضغط. تعد الكرش دونك تحبط للتحتة. عنا شحن من اترابات. تقدر تكون حبوط المتانة. تقدر يكون حبوط المستقيم. حبوط الإكليل. حبوط المهبل. حبوط الشارج. تقول لي المرهة لم تبعيش بلي عندها حبوط. ساحرة يكونوا عندها واحد دي سين. يجيوها في حياتيها اليوم. تشتشل للجوريين. تقول لي ما تشربش الماء بش ما تخرش. بسك هادك البوليس بخرة. يغلبها. تقول لي بعض تشتش لغاز. تقول لي كي تروح توسخ كي ما قلهم كي يقولوا عندي يقولوا لي عنا عالمرأة التي لديها الكثير من الأطلاق، لم يكن أغير الإمساك. فإن العدالي تكون صحيحة. لكن كل عدالات تتحط على المؤخرة من الأسلامين. لا تزيير الكثير من الأمر. لا تزيير الكثير من الأمر. لم يكن لديها مفراجة لك. لذا لا يوجد الفرص. لذلك يحدثت. لا يحدثت. لذلك يحدثت. لذلك كيف يحدثت بهم؟ نتقصها لأنهم يكونوا محرقين. من سايا ما هو الحال الحلقة. تتبدل نهائياً بفراج التالي لا يتقبل بيانسور يكونوا اضطرابات بسيكولوجيكيين هم اللي قدوا المرأة جاءت نقول لهم هل تحسوا روحكم مفرقتوش كلش هل تعاونوا روحكم بدي موفمان ما في حتى إحراج كانوا يعاونوا روحهم بالماء كانوا يضغطوا صباحهم كواحدو كيفا ما يتلحق لهذا الدراجة كانوا يتقبل ان يتقبل لماذا يتقبل هل تريدنا أن لدينا أخرى؟ لماذا يبدو ان يتقبل هل يتقبل أن نتحدث بعد 10 سيئانس هنا نفتح بيانسور وعلاقات الحميمية كما قلت الحميمية لماذا؟ لماذا أراب أن أقول لكم دور المزداوج الحوض مع البطن صح كان العظم يسيبار الحوض مع البطن ولكن هناك قائن غشاء الذي يساعدهم. هذا غشاء يتمطط ثانيك. هذا غشاء يرشاء بدرجات مختلفة. قائنة شوية كائنة كثيرة. كي يرشاء هذه المتانة. شوفوا هذه كل حجرة في بلاستان. المتانة تحبط. المتانة تحبط. تقدرش تشد البول. بس كالضغط على البطن. مع الضغط على الأمعاء. سوقت واحد ما يحادرش في النمط صحيح. وكلش. رو رايح يزيد يطبح. ومام المراكي تدخل. باش تدير باش تبول وكلش. تقطر. عندها لنفيقوها. بعد تقعد غير تقطر. ما تفيتش كلش. بس كرة وكاين الضغط. اللي يحبس. يعني مشكل كبير. ما تقدرش يؤثر على حياتها اليومية. المهبر كي يحبط. كاين اللي حتي يمسوها المهبر كي يحبط لهم. كاين يشوفوا مابدي جون. هاكذا. وهذاك الغشاء اللي قتلكم يسيباري البطن من الاخر. يخلي الأمعاء كي ما راكم تشوفوا. يحبطوا تحتها. حتى لوين الشارج. وين يحبط معاه الوالدة. ويحبط معاه المتانا. داكو. تقولي أي موفمان ما في العلاقات. يجيها استر المرأة. لا. وكي ما قالت. بيانسور يقولي الراجل تاني. كي يدير لها المرأة. تقول المرأة بشوية بشوية بشوية. تقول في اكتئاب. وماذا تقولي تسقسي وين نروح وين ما نروح. صح رياضة تأهيلية مليحة. صح رياضة تأهيلية. احنا وش خصنا في بلادنا. المرأة ما يهلوهاش. قبل الولادة. قبل الحمل. قبل الحمل وقبل الولادة. داكو. غزمو على بيح نجبناك كذا يصا. مش تحكينا تاني على بلي كائن أمل يعني كائن حلول ولا لا لا. كائن أمل هي جراحة نعيطولها بالفرنسية. أمر في الصعب. كي نحن مدد فيه بلد حلول والمطاق. كل حلول الأحساب بالعضالات. داكو. هذا هو الحل. بصا الحل في الوقاية داكو. مصور داكو. مصور. هدو كلي عندهم مش الأطفال لي معدهم مش نمط صحيم ليح. مازال ما نجول لي زيماج لخرين. الأطفال لي معدهم مش نمط صحيم ليح. وش يديرون. يأكلوا أي شي. داكو. هدك أي شي رو حيج يدير الامساك. المساك يتساق من المرحاد المساك في المطالبات من المساكة يتساقون داخل البجارة ويجاعدون في العدالات التحام تزيد تكبر. تزيد ترجح العدالات التوعية ستصعون النمط الصحي الغذائي يجب أن يكون مليح الرياضة يجب أن يكون مليح وكاين هذه هي الاناتوميك هذه هي الضغط على الابدومان هذا الضغط يجب أن يكون متوازن في المختلفة في الكرش وفي الحاوض لأننا المدسان غير إدوكار سمحي لي هي عندنا مشكلة الوقت لكي نحاول أن نعطيهم فكرة على كل المهمة هذه مهمة لي والرسالة المهمة نحب الرياضة ونحب الجراحة ونحب بياضة أهلح مليحة ما عليش الواحد يرفض الضغط يجب أن يكون متوازن في الكرش يجب أن يكون متوازن في الكرش يجب أن يزيّر المشكلة يزيّر كرشو ويزيّر الحوض يجب أن يحبس البول لأن الضغط يكون متوازن لأنه يطبع نلت تحت من جهة الامباليك لكن يجب أن يكون هم البعض فهمت هذا ما يعرفوهاش لذلك كل يوم نقولها في الوزن يجب أن تزيّر كل شيء يجب أن تزيّر كل شيء ومن بعد ذلك هؤلاء الذين لديهم هذه المشاكل يجب أن يجبهم الحمل وكل شيء ويأخذوا بزيّف الوزن سبحانه يمكن أن تزيّر الوزن وإنفاصل عضالة أكثر يجب أن يجب أن يكون الوقاية ثم الوقاية كاين حويش ما نقدرون نديرو لهم لغالب لغوستس الكرشة بساعة واحدة دارت الرياضة تحى من قبل ما روش راح نصرها اتصال عضالة بزاف راح تليكو بيري بالخف خلاص صافيا مفهموها الرياضة ثم الرياضة وعلا ومعدا نديرو حصة وخد اخرى ان شاء الله شاعدوك خطر شيفت بلي عنا صورة واحدة اخرى حول البطن شوف كاين صور بزاف بساعة محبيتش نحطهم بس كاين صور لغالب منشوراتنا بلدنا من قدروش نحطهم بس حول المضاعفات الاخرين واشنهم ما نحضروش على مضاعفات سيليوليوسيونات في غالتا شو رجالة نقدرون نديروهم كاين شد الثد بس كاين الثد يترهل جيل مريضات تقول لك انا الثدي قاع راح قاع هذيك الشاهمتها وتروح وتترهل الحل باش نعرفه بس كورانا نشوفه كاوارثي صرا وبيعطو لهم نصائح واخد اخرين حلها جراحة مكان السد جراحة لازم الشد ووش كاين تاني؟ ووش كاين تاني؟ ووش كاين تاني؟ ووش كاين تاني؟ وش كاين تاني؟ شد البطن تاني؟ فهمت هاي كده يغتصويرها؟ يعني يعني اجلا في سيلي سيدي نشكرها بس كاين المريضة لانها بردات اكثر من ثلاثين كيلو مور الاخر ندار في الجزائر بس كاين يحب يروحوا الاخر وطاحت لها كرشها مام ولا شيانة ودار المسكولاسون كلوش كرشها تلقى الكرش طايحة توجوه ما كانش حلوخ داخر شي يقول لك روح ندار لك هاديك نحيلك كل هادا كلابا غاي اكزاكت من كرش طايحة تحت البيبيس ما كانش نعم ما كانش يعني خصد رغم لازم نخير المرضى المضاعفات الخطر هادو قاعد نقصوهم كم الطيارة لازم لاتشيكليس لازم الغيسك نلاحقوه بخسك الزيغو باش نديرو عملية شي تجي واحدة توزينيو ثلاثين كيلو لا هادي دركا جينا الحود الحود كيش يقول لك سيتون شيروجي على كارت كاين داراجات ما لازمش نمسوهم داراجات تانية ما نمسوهاش هاديك سيلا غيدوكاسون هادي سيكليغ بيانسر الرياضة توجوخ كاين داراجات اللي لازم حلهم وحيد الجراحة بس صحب لازم ديرو تشخيص دقيق لانو كن دير جراحة بتاع عضو واحد اللي لازم له جراحة تخلي الاعضاء الاخرين اللي لازم لهم الجراحة راك رايح تقرع هادوك اللي خليتهم والله عباك دكتور طايبي نظنه إلا كين حاجة سفدنا منها معاك اليوم بغيما سيكو في كل حاجة كين حل يعني لازم يروحوا للطبيب هو يشوفهم لازم تشخيص تشخيص دقيق يعطيك صحة شكرا جزيلا عبيبي الموضوع فيه بزاف كلام يعني بغيما بزاف كلام بصح شخول حنا حبينا نجوزهم دميساش كليه هو انو ما لازمش تكونوا انفاطاليت يعني مش هزا معي اللي تصرع له حاجة خلاص ومعندهاش حل وناية وليت وكذا الله غالب بغيما خلاص بصح بعد الجراحة سمح لي بعد الجراحة ما تروح تطلق روحة اه بيتسو بيتسو الوقاية ثم الوقاية يعطيك صحة وانتوما مشاهدين ريحوا معانا دوك اروحوا لغرفة العملية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من الأول عن طريق Viele تريدين أشياء الكبير ستقول كثيرة عمل اجلي العудь لا يوجد أسباب أخرى التي تقوم بها تنسيون على سبيل المرض يجب أن تكون مرض تطلع ما هو المرض الرئيسي الذي يسبب لها تنسيون هو المشكلة في الكلاوي يعني انسداد الشرايين الكلاوي هذا الأخطاء الذي يجوز لنا يكون مبوشي وبالتالي لا يجعل الدم يخرج وبالتالي يزيد في جسم الإنسان يزيد الضغط تكون عندنا لا تنسيون السبب الثاني المنتشر وهو سبب أمراض القليل الضغط والعامات المترجمات التي تطول أمر Automatic المترجمات والعامات التي تؤسد أن تقولها يمحل الأسئلة أنفسك تقوم بقية الطفل يكون عنده تأخر النمو في بطن أمه يكون ميزان قليل ويزيد الميزان قليل ويكون عنده تأخر في بطن أمه يجب أن تقول لي ما هو الجوهر للسؤال كيف نقص التنسيومتر قبل أن نشريه ندخل سيت ثقافة أنا كامل مثقفين وكامل عندنا الانترنت ندخل هذا السيت اللي راكم تشوفوا فيه في الشاشة تعنا نكتب الاسم تع الماركة تعي تع التنسيوم متخلو نقول اسكيلي بيدياتريك ولا لا لا فاليدي يعني يصلح للأطفال يجب أن يكون أمولوك تاني ما أنت ماشي نبورتك المارك اللي يدير الستيطوصوف لتنسيومترين بزاف معروفين وماشي بيدياتريك دوك راكم تشوفوا هنا يا أخضر أحمر أورانج كما هنا الأحمر معناها ممنوع للأطفال كين أخضر نقدروا نستعمله وأورانج يعني كين نستعمله كين ما هذي الطريقة هذي النصيحة الأولى تقدر تقول لي دكتور مصيف أنا وش تخلي أنا أم عليش نقص لاتنسيوم هذي حاجات عطبيب نو كين بزاف أمراض كما فاركزمبل عندهم بروتيين في الدم الأم أول حاجة نطلبو منها تشري تنسيوماتر لأنه لازم تقص لاتنسيوم في الدار تحاب ولا تروح لبولي كلينيك تروح لبولي كلينيك هيا راهي تلاحظ كيف ولا عن الفارماسية تلاحظ كيفاش راهو قيسولها دوك احنا نعطو الراشا اللي راهي معنا أروحي يا راشا ونقصولها لاتنسيوم تيا وحدك تعرفي إلى أروحي معنا راشا إلى هذي التنسيوماتر نستعمله ولا ما نستعملهش أروحي معي يا راشا مننا يا كين نوعين من التنسيوماتر هذا اللي رانيو نوريو فيه تعلق الأطباء لازم نستعمله السماعات أنا الأخرين اللي في المنزل يشيري ولي تعلق البراصة هذك إلكترونيك إلكترونيك بسح ما من الإلكترونيك هذي خامية وهذه تختلف من طفل لطفل ريحي راشا رايحي 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 وراكب جزاف شابه عروحي قادية رايحي شاب والتحاس يخطو شباب رايحي قبل من قيسوا لاتنسيوم عند الأطفال لازم نعرفوا لاتنسيوم عند الأطفال ماشي كيمة واحد كبير أطفال اللي قل 13 سنة لاتنسيوم تكون طالعة ولا هابطة على حساب الطول التحهم يعني اللي قدراشا في العمر واللي قدراشا في الطول كامل لاتنسيوم التحهم عندها سوي يعني رقم على حسابهم قلوب اللي كينا لاتنسيوم هذي انتوا ما ما تعرفوهاش ميكين دي طابلوران نشوفو فيهم في الشاشة اللي راكم تشوفو فيهم هذ اللي طابلور يقول لنا إلا لاتنسيوم رايحي نورمال ولا لا لا دونك أول حاجة نديرها إلا شتو طبيب قاس الاتنسيوم لوليدكم بلا ما يعرف الطول تاعو بلا ما يقيس الطول تاعو معنا هذ اللاتنسيوم إلا انتخب خطاب ما نقلوش نقولو إلا طلعة ولا حبطة نحول كشابهو ما ليش كنقيسو نعاودو نذكروا الطريقة المثلة باش نقيسو الطول تاع الطفل مايش نحينا باسكيت راشا لازم الطفل يكون حافي القدمين ما لازمش يكون لابس تخبية وبعدها يا راشا اطلعي هنا يا راشا لازم تدور لي ما لازمش تخبية دوري لي يا راشا ما لازمش لازم تقابل الرجلينا راشا لازم يكونوا للور كامل ولازم يكونوا مجبودين للزوج وراشا لازم تخزر في عيني يعني ما تهبط راسها ما تطلع راسها وهكذا نقرأ الطول بتاع راشا جاك شباب نونسيش هاي داهو لك راشا ما تلبسيش راشا وبعدها يقعد الطفل التاعي خبية تفكسة اهي قعدة راشا راشا ما لازمش نقصولها لاتنسيش لازم تكون ريحة كانت ديجا قعدة في الكورسي معناها ماشي كون ديجا دالبيبي كان يبكي ولا كان يرضاع ولا كان يجري باش نقصولها لاتنسيش نوحو نشوفو جينيغال مو هاده التنسيومتر هو اللي تلقاوه قاع فلي فارماسي ولا فلي بولي كلينيك يعني هاده التنسيومتر إليه أجول تعال الناس الكبار تعال الناس الكبار ويدها مسكينة صغيرة ورا ما نحصلوه نحصلو معها شوفو الطول تع تنسيومتر كين قيز اللي بغا تاحا ذراح تاحا تنسيومتر بخاتيك مودة قاعدها ديجا هاده إنادابتي الطول أعطني تنسيومتر بيدياتريك ولا لازم تنسيومتر اللي نشريه لوليدي كينروح للفارماسي الطول التاعو يكون نفسو طول الذراع اكم تشوفو الطول تع الذراع ماشي طول اليد دونك هاده هو الطول المثالي تع تنسيومتر رحوا شوفو للعرض لان اكم تشوفو هاده 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 سي تنسيومتر بيدياتريك تع نوفوني كينما مدراري صغار عندهم التنسيومتر اللي زيدو دونك يختالف الطول ويختالف العرض باش نخيير العرض شوفو التنسيومتر اللي تشيروهن بزاف ويجيبوهن العرض التاعو هين دورو علي الدكرة عشان؟ دورة زوج بزاف بزاف ويش معناها؟ ويش لازم يكون؟ لازم الدورة تعو تكون في البيدياتريك لازم تكون دورة ونص اي دور اكم تشوفو دار ونص دورة هاده هو البيدياتريك اللي لازم يكون بالنسبة للارتفاع التاعو لو كان نشوف تريكو تعراشا اكم شوفوا الارتفاع واحد زوج ثلاثة معناها الدورة التاعو تغطي ثلوثي الذراع التاعي معناها ما يكونش هكذا لو كان جاف العرض التاعو صح راهو دار دورة ونص بالصح الارتفاع التاعو شوفوا راهو دار غير ثلث زوج ثلاثة لازم يدور قريبا نص تعذر 40 بالمئة من ذراع تاعي نزيدوا بكم معلومة المشاهدين سواء عند الاطفال الكبار كما راكم تشوفوا راشا البراتفاع تحران شوفوه مكان يبسوا اللبسة طويلة ويطلعوا ويطلعوا هذيك راح تخلطنها في الحساب ما لازم تكون حتى حاجة تضغطن على اليد تعراشا نعود نذكروا الطول هو الطول تاع الذراع التاعي يعني يديرنا دورة ونص والارتفاع تاع التنسيومتر التاعي هو بخاتيك 40 بالمئة يعني ثلوثي طول كامل تاع الذراع نقيسوا التنسيومتر ما يهمناش هذي طريقة القياس انا يهمني اني نشري تنسيومتر ادابته الوليدي وكي نروح للطبيب نلاحظ الى هذا التنسيومتر هم ليح ولا لا لا هذي ثقافة تاع الولدين ونبعد وشنا نروح نشوف نروح نشوف نروح نشوف الاطنسيومتر الوليدي إلى النغمال او لا 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 احنا سواء نتوليزي واحد الابليكاسيوم دكتوري هنا هايليك في الشاشة هاد الابليكاسيوم ندخل تاريخ الازدياد تاع الطفل تاعنا الطول تاعه وشفتوا باللي الطول مهم ما كاش كيفاش نقول لها تنسيوم عند الطفل بلا ما نشوف طول تاعه وشو المساج اللي لازم المساج اللي لازم المساج اللي لازم المساج اللي لازم تنسيوم مرا في حياته كي يلحق في السنين الحاجة الثانية كين شري الطبيب يقول لك شري تنسيوماتر ما ترميش دراهمك لازم تعرفوا شنو هو التنسيوماتر اللي لازم اتقيس به موالا صحة دكتوري وشتوها سيطبقوها باش مالي يديروش هاكي راشا باش مدخوليش باللي دالي شابو تاعي واني ارجعته لك على المباشر وانتوما مشاهدينا متروحوش بعيد روحوا الفقرة الطوب هالتو نوليو الى سؤال دكتور فراس سمعت بالليك كين سوطيوا الروبا رايحين نفقد الوزن رابدما هل هذا صحيح؟ لا لا تخطي الوجبات راح يفزد لنا الخسارات على الوزن فسكو راح يؤدي الى الجوع مما يؤدي هذا الأكل المفرد على الوجبات تاعنا اللي يراهم جايين الثاني راح يبطى الميتابوليزم التاعنا وثاني راح يؤدي الى فقدان المغضيات الاساسية تاعنا فلوكور نور اسكن مأكولات الحارة سبب القرحة؟ المأكولات الحارة تقدر تزيد من الأعراض تاع القرحة إلا أنها مراهيش سبب رائيسي فيها من بين الأسباب الرئيسية لدينا القرحة هي العدوى البكتيرية وتانية من الإفراط ومن أخذ الأدوية سمعت بالليك البيض يضرب الكوليستيرول واش رايك في هاد الهضرة؟ صحيح البيض في الكوليستيرول ماي كان بلان ديغو يشخش لي اكدونا بيننا بلي الاستهلاك تاع البيض بشكل معتدل ماهوش هيأثر على نفو دو كوليستيرول نفو الدم عند أغلب الناس وهو من أفضل مصادر بروتينات والمغذيات نور، هل كل الخضار المجمدة أقل تغذية من الخضار الطازجة؟ فالليجوم هذين يكونوا كنجلين بسرعة المغذيات نحن نتسجيل ونحن نكونجليهم بسرعة لتجعل المغذيات تتحى ما زال فيها وفي الحقيقة يقدروا تانية تكونوا خير من الخضار الطازجة التي تتخزين التحلم طويل بزاف إن شاء الله نكونوا في ديناكم نعطيكم الصحة ونتلقوا بسما نديره عنا إليكم مشاهدينا إلى سؤال دكتور وسؤال دكتور الحلقة اليوم يقول في عمري ستين سنة مدخن منذ أربعين سنة وليتكين نمشي رجلية يجعني بزاف ما هو السبب من فضلك؟ أولاً أنت عندك كاريار في التدخين أراك ريتريتي في التدخين وهذا خاطر جداً السبب الرئيسي يجعني رجلية ينمشي وهي اللي نسميها A-O-M-E بمعنى الشرايين أو الأوريدة ساق تلك ساق تلك سوف ينبوشيها من البرودوية التوكسيك التي كانوا عن طريق تدخين لذلك سوف ينبوشي لك سوف ينبوشي لك الأوعية تلك كيف ينفقوا لها؟ هذه المرحلة الأولى تكون نورمال مع الوقت كي تبدأ تزيد كي تمشي ثلاثة كيلو نورمال كي تمشي ثلاثة كيلو ما تقدر شجلك يجعك ما أنت هنا تعرف بليرك تزيد في الأصطاد وأصطاد الأخر الذي يبالك فيه أنه كي تكون أوروبا يعني أن تدخل دار تريح أوروبا تلقى الساقين تلك يجعك وهذه حالة خطيرة جداً نصحك مباشرةً تذهب عن طبيب يدع لك عند كارديولوج إيكوغرافي دوبلر يعني فاسكويلر يعني أرتيريال إفينوز ويدع لك دوتر إكسبوراتيون عندما تكون هذه الشحمات ستقوم تلك القلب أو أوعية دموية أخرى وتقدر يعني تقدم مباشرة إلى سوال أمبيوتاسيون يعني أن ينحيو لك القدم بعد الشر أو إلى الوفاة أناريكاردياك يعني صح؟ وش أنا نقول يخوف شوية من هذه الحقيقة التي يجب أن الإنسان دائماً قلوب اللي تدخين مدير بالصحة ويريك بروح ماذا بينا؟ بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقة اليوم إن شاء الله كنا أخفاف عليكم كما قلنا الأمل هو الحياة تقدروا تشوفوا جميع حلقات البرنامج على اليوتيوب كما تقدروا تصلوا بنا على مواقع التواصل الاجتماعي نضرب لكم موعد الأسبوع القادم على نفس القناة في نفس توقيت من هذا الوقت هلونا في صحتكم سلام ترجمة نانسي قنقر